ربما لم يتسنى للشاعرين محمد مهد الجواهري أو لمضافر النواب زيارة هذا الحي لكن صورهما بات تزين جدران هذا الزقاق ضمن مبادرة لفنانين شباب شرعوا برسم لوحات تراثية متنوعة على جدران الأحياء القديمة في مدينة الرمادي لتضفي عليها ألوانا من البهجة بعد أن أنهكتها سنوات الحرب اليوم احنا مجموعة من الشباب من مختلف مناطق محافظة الأنبار وكذلك من محافظة بغداد جينا وتعنينا بالتحديد في هذا الزقاق حتى نضع بصمة نسعى من خلالها أن الرمادي تشرق بالإبداع ونطي طباع بين الأنبار تهتم بالتطور الفني والفكري بلدية الرمادي أكدت أنها ستواصل تقديم الدعم للرسابين الشباب لتكرار هذه الحملة في أحياء أخرى من المدينة ضمن خطة وضعتها البلدية لتشمل الشوارع والتقاطعات الرئيسة فيها هذه الحملة طبعا هي ضمن خطة ستشمل جميع الشوارع والرئيسية والتقاطعات الحيوية اللي تحتاج إلى تجميل وتزين البلدية تبنت كافة المتطلبات الحملة بالنسبة للمستنزمات الرسم وغيرها الهدف منها إلى جانب تزين المدينة ودعم المواهب الشبابية في هذه المدينة نقابة الفنانين في الأنبار أثنت على المبادرة وعدتها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تنتقد في الوقت ذاته عدم استشارتها في اختيار الأعمال الفنية والتي يمكن أن تنفذ بشكل أفضل لتعكس ما وصل إليه مستوى الفن التشكيلي في الأنبار حسب وصف النقابة مبادرة هي مبادرة تعتبر خطوة نحو الأمام لكن كنا نطمح أن هذه الأمور تستشار بها نقابة الفنانين وهذا كتاب أصلا نحن جايبين من أمامة مجلس الوزراء عدم إقامة أي نشاط في الساحات العامة كنصب فنية وجداريات وحتى في المطاعم العامة إذا لم يأخذون الإذن من نقابة الفنانين تكون هي المشرفة عن العمل بالرغم من عدم قناعة نقابة الفنانين بنوعية بعض الأعمال المنفذة في هذه الأزقة إلا أن المبادرة لاقت ترحيبا من الجهور ومشاركة من فنانين شباب أقدموا من محافظات أخرى من هنا بدأت الحملة والهدف إضفاء لمسة فنية على الأحياء القديمة لمدن الأنبار يقودها شباب فنانون يتطلعون لمحوي آثار الحرب عن مدنهم ضياء محمد الحرة محافظة الأنبار شكرا